متصدر الدور السعودي الاتحاد يسقط بثلاثية قوية أمام نادي الوحدة الإماراتي وهذا هو بديل سعود عبد الحميد في نادي الاتحاد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم فارس أو فارس أوفيشل مقطع جديد مقطعنا اليوم رح يكون ملخص مباراة الاتحاد والوحدة الإماراتي اللي يقيمت اليوم ولكن قبل بداية هذا المقطع وقبل ما أبدأ أرضلكم جميع اللقطات وجميع تفاصيل هذه المباراة أتمنى إذا كنت يديد على قناة الشارك الآن خلونا نوصل 125 ألف مشترك زي ما أنتم شايفين فوق على الشاشة طالع لكم كلام اضغط عليه واشترك وأوعد أي شخص يشترك أنه بإذن الله يستبتع في محتوى القناة الشيء الآخر اضغط وزر اللايك خلونا نوصل هذا المقطع على الفين لايك ونشر المقطع في كل مكان وللإعلانة والتواصل تابعوني عبر حسابي في الانستجرام الظاهر الآن أمامكم في الشاشة هناك نزل أخبار وفعاليات يومية وخلونا الآن نبدأ في مقطع اليوم ونبدأ بخصوص مباراة الاتحاد والوحدة الإماراتي أول شيء رح تكلم عنه طبعا في هذه المباراة هو تشكيلة نادي الاتحاد نادي الاتحاد دخل هذه المباراة بإحراس المرمة راكان النجار قلوب الدفاع عمر هوساوي إلى جانب عبد المحسن فلاتة ومعاهم أيضا حازم الزهراني أمامهم الثلاثي خط الوسط كريم الأحمد وعبد العزيز الجبرين بالإضافة لخالد السميري وأمامهم أحمد باحسين عمر داخل فهد المولد وهارون كمارا والعلمكم في أحد اللعيب الموجودين في هذه التشكيلة تعرض لإصابة وقرر المدرب نادي الاتحاد استبداله طبعا اللاعب اللي تعرض لإصابة وهو اللاعب عبد العزيز الجبرين تعرض لزي ما تقولون شد مما اضطر المدرب يستبعد ويعتمد على اللاعب عبد الله الحافظ بدلا منه المباراة وقيمة اليوم الساعة الثالثة وخمسة واربعين مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ودخل فيها مدرب نادي الجزيرة بجزء كبير أو مدرب نادي الوحدة بجزء كبير من اللاعبين الموجودين عنده خلونا الآن نبدأ بسرد أحداث المباراة مع بعض اللقطات وبإذن الله بعدين رح أستعرض لكم جميع أهداف المباراة وزي ما تقولون جميع هجمات الاتحاد المهمة في هذه المباراة لأنه تم نقلها بشكل حصري وأنا الحمد لله قدرت أجيب لكم جميع هذه اللقطات نبدأ في أحداث المباراة افتتحت أول أهداف هذه المباراة في الدقيقة 15 نعم ومو اللي سجل هدف الاتحاد لا أخسارة اللي سجل الهدف هو نادي الجزيرة والله أنا المشكلة ملخبطي إخوان اعذروني في هذه القصة أنا بس أتمنى منكم يا متابعيني الأعزاء أنكم تعذروني في هذه القصة واللي هي أني دائما قاعد ألخبط بين الوحدة والجزيرة لأنه أنا اللي كنت أعرفه أنه الاتحاد رح يلعب مع الجزيرة ولكن طلعت مباراة الجزيرة بإذن الله يوم الأحد القادم لذلك نرجع ونقول أول أهداف المباراة كان في الدقيقة 15 النادي الوحدة الإماراتي واستمر الوضع نفس ما هو بنتيجة 1-0 النادي الوحدة حتى الدقيقة 20 عندما سجل نادي الاتحاد التعادل عن طريق اللاعب أحمد باحسين واللي يعرف يا جماعة الخير أحمد باحسين يلعب في أي مركز يلي تشارك نتحت في التعليقات لأنه شخصيا ما أعرف هذا اللاعب يلعب في أي مركز مع نادي الاتحاد على العموم بعدها بعدة دقائق عاد نادي الوحدة الإماراتي للتسجيل من جديد وسجل الهدف الثاني وانتهى معها الشوط الأول بنتيجة 2-1 لنادي الوحدة الإماراتي مع بداية الشوط الثاني مدرب نادي الاتحاد قرر أنه ما يسوي أي تبديل وترك الوضع نفس ما هو ألين الدقيقة 72 سوى عدة تبديلات في هذا الوقت أدخل كل من أبو عصيدة حارس مرمو بدلا من راكان النجار إلى جانب زيادة الصحفي بدلا من عمر هوساوي إلى جانب حمدان الشمراني بدلا من عبدالله الحافظ إلى جانب عبدالله المالكي بدلا من خالد السميري إلى جانب برونو هوريكي بدلا من كريم الأحمدي إلى جانب كورنادو بدلا لفهد المولد إلى جانب البيشي بدلا لبا حسين إلى جانب عبدالرحمن العبود بدلا من حازم الزهراني وأخيرا المهاجم يوسف نياكيتي دخل بدلا من اللاعب هارون كامارا كانت هذه هي تبديلات مدرب نادي الاتحاد في هذه المباراة وبعدها أيضا بعدة دقائق عاد نادي الوحدة من جديد للتسجيل وسجل الهدف الثالث وانتهت المباراة بنتيجة 3-1 لنادي الوحدة الإماراتي مبروك لجمهور نادي الوحدة الإماراتي وهارد لكم الاتحادية وبإذن الله العوض في القادم وانشاء الله نشوفكم فائزين في مباراة الجزيرة القادمة وشي طبيعي انك تخسر في المباراة الوحدة خصوصا انك تاخل بجميع الأسماء الاحتياطية وما دخلت الأساسين إلى فاخر 18 دقيقة فطبيعي ما رح يصير هذاك الفارق والمهم من هذه المباراة انه اللعيبة يتناغمون سويا ويتأقلمون وانشاء الله بإذن الله هذا المعسكر يعود بفائد كبير على نادي الاتحاد في الفترة القادمة على العموم الآن رح تطلع لكم بإذن الله لقطات وأهداف من هذه المباراة وكان هذا هو هدف نادي الاتحاد الأول عن طريق اللاعب أحمد باحسين صدقا يا جماعة الخير هدف جدا جميل ومميز شوفوا ما شاء الله تبارك الله التزديدة من فين جات وحطها في زاوية لا تصد ولا ترد أبدا خلى حارس نادي الجزيرة مدري حارس نادي الوحدة يا إخوان لأنه أنا ملخبط في الاسم واقف في مكانه كانه قاعد يصور الهدف هدف جميل جدا ويحسب لهم وبإذن الله أن أحمد باحسين هذا يكون في المستقبل إن شاء الله من أهم المواهب الموجودة في نادي الاتحاد وإن شاء الله أنه نادي الاتحاد يحافظ على هذه الموهبة ويحافظ على المواهب اللي عنده لأنه قاعدين نشوف الاتحاد في كل فترة قاعد يخسر اسم وموهبة من اللي عنده نتكلم قبل فترة عن فواز القرني ثم حاليا خسر سعود عبد الحميد وممكن حسب ما سمعنا أنه نشوف عبد الله المالك يرحل وأيضا فهد المولد لذلك دارة نادي الاتحاد لازم تحافظ على نجومها وهي ما قصرت أبدا يعني أنا أقول لكم بكل ما أنا وصدق دارة نادي الاتحاد ما قصرت حاول تسوي كل اللي عليها ولكن بعض اللعيبة يعني الصراحة مشكلتهم أنهم يطالبون بمبالغ هم شخصيا لا يستحقونه هم يعرفون هذا الشيء ولكنهم يصرون 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 ودارة نادي الاتحاد شوف أنه النادي أكبر من أي لاعب وأنا معاهم في هذا القرار وأنا داعم لهم لأنه يا جماعة الخير الكيان فوق كل شيء الكيان هو الثابت واللعيبة متغيرين خلونا نكون صريحين مع بعض على العموم كانت هذه هي أهم لقطات مباراة الاتحاد والوحدة ولكن قبل ما أبدأ تكلم بشكل سريع في موضوع سعود عبد الحميد أتمنى إذا وصلت لهذا النقطة من المقطع ولسنا مشتركت ووقف المقطع الآن وانزل وشترك وخلينا نوصل 125 ألف مشترك وبعدها ارجع كم من المقطع راح أعطيكم ثلاث ثواني وبإذن الله بعدها أرجع لكم أعتقد أنه الآن إن شاء الله غلبكم اشتركوا خلونا نرجع الآن للموضوع حق سعود عبد الحميد حسب الأخبار المنتشرة فإدارة نادي الاتحاد حطت حلين لا ثالث لهم حتى الآن بخصوص بديل سعود عبد الحميد الخيار الأول أنهم يوقعون مع نواف بوشل قادما من نادي الفتح ويشترون المدة المتبقية من عقده يسير أظهرة الاتحاد أو نقدر نقول تشكيلة الاتحاد من ناحية الظهر راح تكون كالتالي نواف بوشل ظهير أيمن إلى جانب مهند الشنقيطي كظهير أيسر أو الخيار الآخر أنهم يشترون المدة المتبقية من عقد عبد الرحمن العبيد ويسير مهند الشنقيطي ظهير أيمن وعبد الرحمن العبيد يسير ظهير أيسر ويكون هذا هو الشكل الدفاع النادر الاتحاد شخصيا أنا مع صفقة عبد الرحمن العبيد عبد الرحمن العبيد عنده خبرة أفضل بكثير من نواف بوشل وعنده مكانيات برضو أفضل بكثير من نواف البوشل وغير كذا اللاعب متعود على جوال أندي الكبيرة وانا شوفه هو الأنسب خصوصا أن مهند الشنقيطي مركزه الأساسي هو الظهير الأيمن لذلك يكون عندك العباد في الأيسر والشنقيطي في الأيمن راح يكون خطك الدفاع جدا جيد وما راح تخسر أبدا أو ما راح تفتقد سعود عبد الحميد في الفترة القادمة هذا رأي الشخص يشاركون يراكم تحت في التعليقات وإذا وصلت لهذه النقطة من المقطع وجسنا مشترك اشترك الآن واختار حد المقطعين وبإذن الله يعجبكم لا ترسل في ختام كل مقطع تذكر الله عز وجل فارس وفارس اوفيشل شكر لكم تابت هذا المقطع وشوف مقطع ثاني وبإذن الله وفي الختام دائما أبد الله إله إلا أنت سبحانك أني كنتم من الظالمين